السؤال الأول في هذه الحلقة حول صعق بعض الحشرات كالناموس ونحوها بالصاعق الكهربائي سؤال ورد حول حكم قتل الحشرات أو بعض الحيوانات المؤذية بالصاعق الكهربائي المحذور هو القتل بالنار فإن النار لا يعذب بها إلا خالقها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقها بعض الصحابة بالنار فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار والحديث صححه النووي في الرياض الصالحين والألباني في السلسية الصحيحة صاعق الكهربائي قضية أخرى ليس هو الحرق بالنار يختلف عن الحرق بالنار لأن الصاعق بالكهربائي تفريغ شحنات لتدمير الخلايا وتكسير الدم بشكل سريع فهو صاعق يمتص الحياة والدليل على أنه ليس بحرق كما قال بعض أهل العلم من المعاصرين لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق والذي يستخدم هذا الجهات يقصد به الدفع أذى هذه الحشرات أو الحيوانات ولا يقصد تعذيبها إنما يقصد دفع أذاها وفي الغالب قد لا يتسنى القضاء على هذه الحشرات بطريقة فعالة إلا بهذه الصورة أو ببعض الأدوية التي تفوح منها رائحة كريهة وقد يتضرر الجسم منها لتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النظير والنخل عادة لا يخل من طير أو حشرة يكون فوقه أو ما شابه ذلك لقد سئل علماء اللجة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهرباء علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإحسان القتل وإحسان الذبح فقالوا إن كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل إلى التخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهرباء ونحوه جاز قتلها بذلك استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكلهم فاسق يقتل في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسر ثم قالوا ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب وقد يكون في ذلك قتل الله الخلاص أنه لا حرج في استخدام الصعق الكهربائي للتخلص من الحشرات المؤذية والله تعالى أعلى وأعلم اشتركوا في القناة